هذه هي الأجواء خلال الساعات الستة التي انتظر فيها الإعلاميون الندوة الصحفية المشتركة للوزير الأولى الجزائري عبد الملك سلال ونظيره الفرنسي مانوال فالس الإرهاق نل من الجميع والجميع يتسأل متى يحين موعد هذه الندوة رغم أن كل الظروف جهزت إلا أن الرتوشات توصلت حتى دخول فالس قصر الدكتور سعدان البسط الأحمر الذي يمر عليه الوزيرين أنهك العمال وعملية وضعه تطلبت جهدا لا حديث يدور داخل القاعة التي احتضنت الندوة الصحفية إلا عن الأزمة الديبلوماسية التي كادت تحصل بين الجزائر وفرنسا بسبب جاريدة لموند الصحفيون الفرنسيون غلب عليهم الترقب البعض يتهامس وأخرون ينتظرون بفارغ الصبر تبررات سلال من منع دخول جاريدة لموند على عكس ذلك نال التعب من الإعلاميين الجزائريين كانوا يتحدثون تارة ويتسألون أخرى عن سبب تأخير هذه الندوة الرسميون والمشرفون أرهقهم الانتظار أما بعض الوزراء فكانوا يدخلون ويخرجون دون أن ينشغل بهم أحد فالنجمين هما سلال وفالس دون منازع